مشاهدينا السلام عليكم أهلا ومرحبا بكم في هذه الإطلالة الرمضانية الجديدة في هذا اليوم المبارك الجديد نستقبل اليوم سيدة سلامات يوسف وهي ناشطة في المجال الاجتماعي من الجالية العراقية أهلا وسهلا بك رمضان كريم في البداية ونحن نودع هذا الشهر الفضيل ونستقبل أيام العيد بهاي المناسبة ربما كل إنسان له مشاعر خاصة أو تراود بعض الأمور الخاصة ربما الأمور اللي بطل يعيش هالإنسان واللي ابتعد عنها من ملامح الرمضان والعيد الحقيقي في الوطن الحبيب شو أكثر الأشياء اللي بتحمليها من الذكريات؟ الذكريات في دونة نعم هو رمضان يشكل جزء من شخصية كل إنسان مسلم وفي دونة العربية بالذات رمضان اختلط الدين مع العرف وأخذ شهر رمضان قداسة خاصة في ذهن الطفل يعني لما نفتح عنا رمضان بالنسبة إلى السلام والاجتماع واجتماع العائلة والكرام الصدقة والحب والعطوف والالتقاء فأعتبر إن رمضان هو دورة إلزامية رغم إحنا مناهجنا بالمدارس ومناهجنا الإعلامية تكون ضعيفة في مسألة التربية فيكون شهر رمضان بأعرافه وطقوسه وآدابه نوع من الإلزام التربوي للجميع ومضمنهم الأطفال فأتصور إنه جزء من شخصيتي هي قد تشكلت من هاي مجموعات الآداب والرسوم التقسية نعم في أمور يعني بنفتقدها يعني دائما نحن نهتم بمظاهر العيد التقليدية من طعام ولقاءات اجتماعية والآخرية ولكن هناك في أمور ربما أعمق من ذلك يفتقدها المهاجر أو اللي بعيد عن وطنه ممكن تحكي لنا عنها يعني من أي ناحية يعني البعد عن الوطن البعد عن الأهل الناس الجانب الديني أيضا طبعا تختلف دول المهجر بالنسبة للجاليات طبعا مثلا الجالية اللي ساكنة لندن تعتبر من أكثر الجاليات حظا في هذا الإفتقاد جاليات اللي تسكن مدن أو دول أوروبية قليلة جالية طبعا هؤلاء يعانون من الاستحاش استحاش الطريق والاحتياج لهذه الأجواء يفتقدوها بشدة حتى أعرف احنا بعض الناس الآن عدنا هجرة شديدة وكبيرة من دول أوروبا الأخرى كهولندا وسويد إلى بريطانيا ويعني تقرب حوالي 20% من الأسباب رغم هنا يعتبر في بريطانيا من ناحية الاقتصادية لهذه العوائل قد تكون هناك نوع من المشاكل أو أقل حظا يكون وضعهم المادي بس يفضلوها لأنه يجدون هذه الأجواء هناك مساجد كثيرة تقدم الإفطار هناك نوع من الرسوم الأدعية الصلوات بكل مذاهبهم الدينية فالأجواءها يتنقل الطفل والعائلة إلى أجواء الوطن فطبعا تختلف هنا وفي لندن أيضا تختلف عن غيرها من المجنبريطاني يعني عودة إلى نحن الآن في نهاية شهر رمضان الكريم يعني البعض يحزن لسرعة مرور هذا الشهر بشكل سريع يعني علينا وفي نفس الوقت نفرح لاستقبال العيد هل هناك من أمور يجب الالتزام بها في شهر رمضان في أواخر أيام شهر رمضان غير ختام القرآن يعني هل في أمور أخرى يعني هي تعتمد على الوعي الديني نظرة كل إنسان لشهر رمضان ثقافة العامة قربه وبعده من مسألة دينية تختلف لكن الناس تجتمع على شيء واحد إن شهر رمضان هو البناء الروحي تعرفي إنه الاهتمامات بالعالم كله الآن على الجسد حتى الشركات العالمية التجارة اقتصاد بلدان هو متوقف على خدمة الجسد خدمة الروح كل شيء قليل ولذلك الآن نحن نواجه هذا الكم الهائل والمعقد من الأمراض النفسية شهر رمضان بما يمتلكه من التزامات ابتعاد عن الطعام عن الأكل ويضمنها أيضا التزام نوعا ما ابتعاد عن الغيبة عن بعض الفواحش كثير من الناس أعرفهم غير ملتزمين بالشكل عام بالدين بس يحاول لحرمة شهر رمضان بعض النساء اللي بسون حجاب مثلا بعض الرجال يمتنعون من شرب الخمر ابتعاد عن الزنا والفواحش والقمار فطبعا هذه راح تأثر تجد في الوسط للأمن النفسي للإنسان فلما يحس أنه خلال شهر رمضان تمتع بهذا الأمن النفسي والهدوء والسكينة والطمأنينة نعم وهناك من يشاركه بشكل عام بالضبط لأن هي هذه الأجواء الأجعية وهو فلسفة شهر رمضان يعني الله سبحانه وتعالى خلاه من الشهور أنه أنزلناه في ليلة القدر ليلة القدر هي يعني تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم سلام هي هو السلام يشمل ليلة القدر وشهر رمضان بكل أعماله يعني هذه قضية كونية ما نعرف حتى فلسفتها هو فعلا يأتي بهذا السلام لكل إنسان حتى يجوز لغير المسلم فالكل ينعم بهذا الهدوء فافتقاد هذا الهدوء الطمأنينة فيه مجتمعاتنا خصوصا في الحياة الحديثة كل ما نفتقده وهي الطمأنينة والسلام الداخلي النفسي فإحنا لما نقترب إلى نهاية شهر رمضان رح نودع في الشيء كل شيء كنا محتاجي وشيء مريح إنه ولكن فرحة العيد تغطي على ذلك الشيء أكيد ولكن ما أجمل الالتزام يعني ذكرتي قبل قليل بعض الصفات السيئة اللي بحاول للناس أنه يتجنبوها في شهر رمضان المبارك سلوكيات أيضا يعني غير سوية بحاول الإنسان قدر الإمكان أنه يتخلى عنها في شهر رمضان ولكن هل هناك من نصيحة أنه تستمر هذه الروح المعنوية الجميلة الإيجابية يعني هذه كل الأمور السلبية اللي الإنسان بتعرض لها كل المشاعر السلبية تنتهي وتستمر المشاعر الإيجابية اللي الإنسان بيحاول يأخذها من شهر رمضان بكل معانيه يعني طبعا وجدان شوفي حتى علم النفس الحديث الآن أكو ما يسمى بالعقل اللاواعي كيف تتشكل العادات أو السلوك الإنساني سلوك الإنساني ينتج أكو في منطقة في المخ الفصل أمامي للمخ يسمى منطقة الراحة هذا هو المسؤول عن تشكيل العادات السيئة والحسنة الآن الدراسات تشير إنه أي عادة أنت تتمرنين عليها وتقومين بيها أكثر من 21 مرة تصبح جزء من شخصيتك خلاص بتعود عليها وتدخل فيها ما يسمى منطقة الراحة منطقة الراحة يعني أنت كل شيء تعتادين عليه سواء سيئا أو حسنا أنت راح ترتاحي له يعني يرأت دايما شهر رمضان بضبط يعني هو المفروض يعني هو هاي من فلسفة أن يكون شهر بالذات وسبحان الله لو تفرزي للنساء وطلعين منعتهم الدورة الشهرية فهو رح يكون بهالحدود 21-22 حتى للآخرين فهو الشهر لو الإنسان فعلا تعود مشكلتنا إحنا مضمون الصوم لذلك ما رح يحولها إلى عادة فلو نمتن عن أي عادة سيئة أو نكتسب أي عادة حسنة ونقوم بيها لمدة 30 يوم يعني بصعوبة أنت راح ترجعي لها ولذلك يشوفين أكثر الناس يشكون بعد شهر رمضان أو العيد ينسون يأكلون أو ينسون يشربون ماي لأنه هذا تعودوا فلو صار نوع من الإصرار والوعي الإنساني لو شخص راد أن يتخلص من بعض العادات هذه فرصة ذهبية أن يتخلصوا كثير من الناس غيرت حياتهم في أحد أيام شهر رمضان أو أحد دورات شهر رمضان يقول بعد شهر رمضان خلص قرر على حياة جديدة مستقيمة وبدأ حياة جديدة وجميلة نتحدث عن العيد يعني العيد يعني كمان دائما نحن العيد دائما يرتبط بالثوب الجميل بالأطفال بالعيدية بكل هاي الأمور يعني ماذا يعني العيد للمهاجر أيضا هو محروم نوعا من نوعا ما من هاي التقوس الجميلة في العيد تتعرفي وجدان أنه المسلمين يعتبر المجالات الترفيهية بالغرب رغم عكس التصور كل إنسان يتصور إذا يروح للغرب رح يحصل على فد كم هائل من عملية ترفيهية لكن العملية عكسية بالنسبة للمسلمين خاصة في هاي الأشهر يعني الأشهر الإيمانية هي تقريبا بأكثر الأشهر تعرفيه نظام مثلا الباركات في الدول الغربية إحنا الحدائق العامة ملتقى للعوائل للجلوس للتباحث هنا تقريبا الحدائق هي مؤكثر لمكانات للرياضة يعني للمغرب بدون هناك ليسوا هناك أي نوع من الأضوية والإنارة فتكون العوائل لأن الجو كلش جائما بارد وممطر فتنحرم العوائل من المكان الوحيد للترفيه تقريب وإلا البقية المكانات الترفيه المطاعم تكون بالنسبة للعائلة المسلمة ما تناسب الوضع المادي تشعر فيه الغلاء اللي موجود فهي يمكن المطعم تقريبا صاير هو المورد الوحيد للترفيه أو المصدر الوحيد العلاقات الاجتماعية حتما بالنسبة اللي دون هناك عندك العمام والأخوال بس العيدي راد لش عشر تيام تخلصي بها الفرحة هنا أنا يمكن للأصدقاء تبقى بس المراكز الإسلامية ومراكز الجاليات والأنشطة تقدم بعض الآن تطورت بعض الجمعيات كجمعية رعاية العراقيين تقدم حفلتين بالعيات تجمع مثلا جالية العراقية والعربية ويكون اجتماع ضخم بألعاب نارية برامج متفرقة يكون لمدة يوم برامج للأطفال تكون الأطفال وبرامج عائلية ومسابقات ويكون معارض وأكل وشرب تجتمع العائلة لمدة تقريبا يوم هلأ العيد بالنسبة للكبار واللي كبروا في بلادهم وجاءوا وهم كبار بيختلف عن العيد بالنسبة للأطفال الأطفال مش شايفين العيد أصلا ومرجعوش على بلادهم هلأ في بعض العوائل أثناء الإجازات بيودوا أولادهم بس مو بضرورة صادف العيد بس هناك اختلاف كيف ممكن أن نزرع مفاهيم العيد للطفل هل فقط بالحلوة والعيدية والثوب الجديد لا هو يعني تيجي عملية التوعية من خلال التربية العائلة هي المصدر الأول لنقل هذه العادات والتقاليد طبعا بالسنين الأخيرة الآن أكو حتى اهتمام من قبل الحكومة البريطانية تشجع الجاليات عندنا منظمة العرقيات أنا حضرت دورعتهم يدربي به هالعوائل من مختلف الباك جراوند أنه كيف يعبرون أو يمررون عادات متقاليتهم لأولادهم لأن شافوا أن هذا الطفل الذي يأتي يتلقى عادات معينة بداخل الأسرة بس إذا يأخذها بشكل ضعيف يصير عدة نوع من الزواجية وما يسمى بمشكلة الهوية الآن يدربون ومشكورة منظمة هذه العرقيات قاعدة توسع هذه الدورات والشجع وتدرب الآباء والأمهات في كيفية أن تخلي أولادها تتمسك بهوياتها وتحتفظ بالهوية الجديدة حتى يتخلصون من هذا الصراع النفسي والتناقض الذي يحدث عند هذا الجيل الذي يتربى مشكورة بعض المؤسسات بدأت تهتم وبدأت حتى لها دور إذا سمعت العام وقبلها الآن سنتين الحكومة البريطانية تتبنى الاحتفال بعيد الأضحى وعيد الفطر كما أن البرلمان البريطاني أنا حضرت حوالي حفلتين يقال لها يسموها حفلة شاي يجتمعون ممثلي المنظمات والجاليات في البرلمان وكل أعضاء رئيس الوزراء غالبين وبعض أعضاء البرلمان ويكون اهتمام أيضا واحتفال وتكريم للعيد بس بالنسبة للأفراد يعني الجاليات العربية والمسلمة هي أعدادها كبيرة في هذه البلد ودائما هناك شكوى يعني في العيد أين نأخذ أولادنا يعني حتى لو وجدت نشاطات وتقوم بها بعض الجمعيات التي ذكرتها حضرتك وكأنها قليلة يعني ليست متوفرة للجميع نشكوى من عملية يعني عدد السفرات أكو سفرات دورية أيضا تقوم بها منظمات أو العوائل هم تشتمعون كل عشر أو أربع عوائل ونشجع إحنا بشكل عام عليها غير هذا وهذا السفرات غالبا تكون بمواسم معينة تعرفين الدراسة إما تكون في أيام الربيع إيستار أو كريسلس دورية يعني موسمة بس مع هذا نشكوى مع الأسف مراكز الجاليات ومراكز الأنشطة اللي تدعم مراكز الخيرية مراكز إسلامية اللي حد الآن ما التفتت إلى نقطة جدا مهمة إشاعة الثقافة ما يسمى بال community center أو مراكز الترفيه المراكز الإسلامي ما يقدر تحولي إلى للسباحة أو نادي رياضي فهذا اللي تكون تلتفت إلا حتى السفارات نوصي يعني أكو صرف وأكو أمال بس ما قاعد تروح الشباب الآن يعانون من الشباب الملتزم مثلا يعني المسابح تعرفيها مختلطة النواجي أيضا الرياضية مختلطة خصوصا بالنسبة للبنات يعني مثلا بعض الجمعيات تحجز للفترة الصيفية مسابح يوم بالأسبوع بس تشوفين صف هائل من البنات الشابات الملتزمات على المسبح ويكون غالبا أسبوعيا ف30 إلى 40% منهم خطيئة يرجعون بخيبة أمل لأنه محجود فإحنا أمام مناشدة من هنا أنه السفارات مراكز الثقافية القنصليات المراكز الإسلامية تجتمع لحل هذه المشكلة الشباب رح يضيعون وفعلا بعدين يضطر يرجع إلى الكلاب يشارك الثقافة البريطانية لأنه تعرفين في بريطانيا هنا مركز الترفيه بالنسبة له النوادي نوادي الرقص والنوادي الخمر بالنسبة لعيد الفطر حكينا عن الأطفال ولكن أيضا هناك الناس ترغب دائما في أول أيام عيد الفطر أنه تتبرع بالمال أو تعطي بعض المساعدات المراكز الإسلامية نوعا ما اهتمت بهذا الموضوع بس لحد الآن ما صار في أطر منظمة بشكل عشوائي مسألة التبرع لا تقريبا مسألة التبرع وأكثر شي هي مسألة الزكوات تجمع كلها بس نائما أنت تشوفين الجاليات هي منتمية بطبيعتها أوتوماتيكلي إلى مراكزها خاصة اللي خاصة بمذهبها أو أديانها وانتماءاتها فكل جالية تتحاول أن تمطي للمراكز أو المركز والمفروض المراكز هاي تتعهد بصرفها وأغلب الزكوات تروح لموطنها الأصلي وفرض الجالية التونسية والعراقية أو السورية فتروح لأنه وكل مدينة لها فقراها وفي كتير ناس ببعثوا بشكل مباشر للأهل طبعا مثلا الآن بالنسبة للعراق هناك حوالي عشرات الجمعيات المهتمة بشؤون الأيتام وهذه سوي برامج على طول السنة بل هناك تقريب يندر أن نشوفين عائلة عراقية ما متعهدت لها بمعيشة يتيم أو يتيمين فراتب شهري بسيط هو بس يدعم ومقسمة يعني من ما بين اثنين يتامة وبعض المتمكنين إلى خمسين يتيم شهريا هم متبنين معيشتهم فموسم العيد وشهر رمضان يكون هناك أيضا احتفالات أو معارض خيرية يكون الانفاق أكثر نعم أيضا بهذه المناسبة يعني دائما الإنسان بتمنى وبدعي لأمور تتحقق ونحنا يجينا من بلدان يمكن فيها شوية نزاعات وحروب واحتلال كونك من العراق شو بتحب بهذه المناسبة بمناسبة شهر رمضان فضيل وأيضا عيد الفطر المبارك شو بتقول لشعب العراق يعني كل اللي أقول رمضان كريم أبر عليكم ويعيده لكم بألف سلامة يا رب وتستقبل العيد بمجتمع خالي من العنف مجتمع ووقت مليء بالحب والسلام والتعاضد والتكافل الاجتماعية إذا ما نريد نتذكر إنسانيتنا إذا ما نريد نتذكر نتجاوز التدين فخلنا نذكر كل إحنا بني بشر أبونا آجا ونكمل بعضنا فكما قال سيدنا الإمام علي عليه السلام إن لم يكن أخاك في الدين فنضيرك في الخلق لا ندع السياسة تمزق أخوتنا ومشاعرنا الإنسانية وتجرح مشاعرنا البشرية الإنسان ولد لو بقى على الفطرة ولد على الاجتماع وحب الآخر وخجمته بغض النظر عن الاختلاف اختلافنا في أدياننا وتوجهاتنا السياسية ما يعني أن نعادي بعضنا أن نحترم اختلافنا وكل واحد إلى حق أن يختلف أستاني أيضا أود أن توجه رسالة لأبناء الجاليات دائما عندما تحدث مناسبات دينية كهذه دائما الناس تسأل أين نذهب أين نأخذ أولادنا ليشاركوا في النشاطات ولكن هل لك من كلمة أو نصيحة لأبناء الجاليات بأن يتحركوا وأن يساهموا هم أنفسهم بتحريك هذه المؤسسات نداعي لكل الشباب لا ينتظرون آباءهم أو الجيل القديم أن يفعل لهم أي شيء يجب أن يكونوا أنشطتهم الخاصة بهم بما يلائم ظروفهم طريقة تفكيرهم البلاد اللي نشعوا بيها وبالعكس يفهم الدين بما يلائم الواقع لهم ولا يتأسفوا لأنه كون يرعوا أنه آباءهم ومهاتهم يجعوا من جو مختلف من طريقة تفكير مختلفة لكن الدين الإسلامي لا إلي علاقة بالأفراد الدين الإسلامي دين الواقع بأي مكان بأي وقت أنت تقدر تعيش وتكيفه وتجنده لصالح وصالح سعادتك النفسية الدنياوية والأقراوية سيدة سلاماتي يمكن ذكرت في هذا البرنامج وهذه اللقاءات الرمضانية رائعة من الشباب المسلم يعني يعني اللي بفتخر فيه الإنسان حقيقة الإمكانيات والعمل اللي بيعملوا العمل التطوعي من أجل خدمة الإنسانية بالدرجة الأولى وخدمة الدين أحب أوجه نداء ليس للشباب فقط الآباء والأمهات يعني عندنا أيضا مشكلة أن يفهموا الشباب ويفهموا أنه الجو اللي يربوا به يختلف كثيرا وليس قليلا عنهم فيسمحوا لهم أن يعبروا عن آراءهم يحترموا آراءهم يفتحوا باب النقاش هذا البلد لا يسمح أنه يقول لابنك افعل كذا افعل دون دليل أو دون المنطق ولذلك سلوب الأمور والالتزام الإجباري والمطالبة هذه الثقافة يجب أن تتغير ونحول أسرنا إلى منبر للحوار حتى تتغير هذه الثقافة نحتاج إلى دورات لا دورات وضبطوها باللي أشكري إن شاء الله نتمنى كل التوفيق في عملك ونضالك من أجل تكوين أسره متكاملة في النهاية أشكرك أشكر وجودك معنا اليوم وكل عام أنت خير وأشكر قناة الحوار لإجتزامها بقضايا الجاليات بشكل عام القضايا الإنسانية شكرا جزيلا أن كل عام أنت بألف خير تحية مشاهدين أشكر حسن المتابعة كل عام وأنتم بألف خير أحهلا جزيلا في أدا Prayer